نزلت قبل كده تسحب فلوس من أي بنك أو ATM ومعرفتش تخضيت وافتكرت إن تحويشة عمرك ضاعت طيب حد قالك قبل كده إن حسابك ممكن يكون تجمد؟ خليك معايا في الفيديو ده وأنا هقولك لو حسابك تجمد ومعرفتش تسحب منه تعمل إيه ناس كتير بتتفاجئ وهي بتسحب أو بتودع فلوس إن حسابهم تجمد وبيكونوا مش عارفين إيه اللي حصل ولا تجمد ليه ومش بيعرفوا يعملوا أي حاجة غير لما الحساب يرجع أنا هقولك حسابك بيتجمد ليه؟ وهقولك كمان ترجعوا إزاي؟ خليك معايا حسابك بيتجمد علشان ممكن تكون صلاحية بياناتك انتهت ومحتاجة إنها تتحدث أو ممكن تكون دخلت بيانات ومعلومات مش صحيحة وده بيخلي البنك بيجمد الحساب أو ممكن كمان يكون حسابك فاضي ومفهوش أي فلوس ساعتها برضو البنك بيجمد حسابك وممكن تكون مش بتستخدم الحساب بتاعك يعني مش بتعمل عليه أي عمليات صحب أو إداع في الحالة دي برضو البنك بيجمد حسابك كمان في حالة إنك ما سددتش أقصاتك وتركمت الديون عليك للبنك أو لأي مكان تقنيه سواء خاص أو حتى حكومي أو في حالة إن يكون عليك أحكام جنائية دلوقتي بقى هقولك لو حسابك اتجمد إزاي ترجعه؟ أول حاجة تعملها إنك لازم تتواصل مع خدمة العملاء علشان تعرف الحساب اتجمد ليه وإزاي تحل المشكلة تاني حاجة هي إنك تروح البنك وغالباً دي حاجة هيطلبها منك موظف خدمة العملاء وبعد ما تعرف إيه المشكلة اللي جمدت حسابك وتعرف طريقة حلها هينشط البنك الحساب ويرجع زي مكان وبعدها هتعرف تسحب أو توضع فلوس براحتك خالص ودي بقى يا سيدي نصايح هقولها لك علشان تخلي بالك وحسابك ما يتجمدش لازم تكون عارف أول بأول إن بياناتك متحدثة في البنك ولا لأ خصوصاً معلومات الاتصال ووضعك الوظيفي علشان البنك يعرف يتواصل معاك وما يحصلش أي مشكلة زي مثلاً استلام جوابات البنك لو وجهتك أي مشكلة مالية زي مثلاً إنك مش قادر تسد الحد الأدنى للبطوات الاقتمانية كلم البنك واعرف منه ممكن تعمل إيه في مشكلة زي دي كمان راجع البيانات والمعلومات اللي البنك بيقدمها وفهمها كويس جداً علشان تكون ملم بالواجبات والالتزامات علشان لما تحتاج أي منتج من البنك ما تستخدمش حسابك في حاجة تخالف الشروط والأحكام اللي متفق عليها وعلشان كده لازم تكون فاهم الشروط والأحكام كلها علشان تتجنب المسألة القانونية أو حتى كمان المالية بسبب الاستخدام الخاطئ وحاجة مهمة جداً لازم كمان تاخد بالك منها وهي إنك ما تسعيش إنك تاخد منتجات بنكية ما تنسبش وضعك إلمك دي وده لإن كل المنتجات دي عليها حضرتك رسوم وهتتخصم منك وفجأة ممكن تلاقي عليك مبلغ محترم جداً وده لإن المنتجات المصرفية ليها درجات متفوتة من المخاطر ودي حاجة هيشرحها لك البنك بنفسه وخلي بالك المخاطر لو زادت ممكن تلاقي نفسك آي سكور وما تقدش تسحب قرض لو محتاج تعمل ده فلازم قبل أي معاملة تحسب حسبتك كويس جداً وتعرف أنت بتعمل إيه تجنباً للمخاطر وأهم حاجة وأهم حاجة تختار المنتجات اللي بتلبي احتياجاتك وفي نفس الوقت تناسب إمكانياتك المادية علشان تكون قادر على سدتها وأخيراً لازم تاخد بالك كويس جداً من كل معاملة بنكية علشان ما تقعش في المحصور